تفاعلت المملكة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بفعاليات متنوعة بين ثقافية واجتماعية وترفيهية حيث احتفل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا اليوم بعرض قصص وإنجازات ذوي الإعاقة العمل لهذه الفئة هو مستمر طول السنة طول الوقت هم جزء من المجتمع تمكينهم هو تمكين للمجتمع هذا واجب وهذا دورنا فوجودنا اليوم ما هو إلا يعني رسالة نحب نوجهها للجميع أنه إحنا هنا موجودين لخدمتهم وزارة العمل بجميع إمكانياتها وبجميع قدراتها موجودة لتخدم هذا الوطن فأي مواطن مما كان نستطيع أن نقدم له أي خدمة إحنا أبوابنا مفتوحة وإحنا ما وجدنا من أكبر ممثل للوزارة إلى أصغر ممثل للوزارة إلا لخدمة الوطن والمواطن بجميع فئاته كما صاحب الحفل أركان تعريفية عن خدمات مراكز التأهيل الشامل وتضمن أيضا عروضا مرئية وأبريت الأطفال المشاركين بالإضافة إلى العرضة النجدية نحن نعاني صراحة من حاجات كثيرة ولكن الأهم هذه الحاجات عندنا مثلا الأماكن العامة كوننا معاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة نعاني من مشكلة التي هي تهيئة الأماكن لنا سواء منزلقات أو في أماكن عامة أو في أماكن خاصة أو حدائق أو مطاعم يعني أحيانا أنحرج قدام الأهل أو الزملاء أو نروح للمكان غير مهيئ خصوصا المواقف ذوي الاحتياجات الخاصة هي اللي نعاني منها بشكل كبير جدا يعني أحيانا أروح مستشفى أروح بنك أروح لأماكن عامة مهيئة لنا مواقف وفجأة نلقى فيها أشخاص سليمين مواقفين ومسكرين على هذه الأماكن صراحة نريد التوعية بشكل أكبر وأكبر التعاطف وحده لا يكفي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة إنما بمشاركتهم ورفع سقف طموحهم لدفع عجلة التنمية الوطنية فالإعاقة إعاقة الروح لا إعاقة الجسد محمد العتيبي الإخبارية الرياض